جورجيا ميلوني تدق جرس الإيذان بالتقلد مهمة مليئة بالتحديات أول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في تاريخ إيطاليا وستحكم البلاد ضمن ائتلاف مع حزب الرابطة اليميني بزعامة ماتيو سالفيني وحزب إلى الأمام إيطاليا برئاسة سيلفيو برلسكوني تسلم المهام رسميا من سلفها ماريو دراكي جاء بعد يوم من آداء اليمين الدستورية صحبة 24 وزيرا عكس اختيارهم رغبة ميلوني في طمأنة شركاء روما الأوروبيين خاصة بتعيين الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني وزيرا للخارجية ومنح حقبة الاقتصاد إلى الوزير في حكومة دراكي جان كارلو جورجيتي مهمة ميلوني ستكون صعبة حسب متابعين أكدوا أن التحديها الأول يتمثل في ضمان وحدة ائتلافها الذي بدأ عليه التصدع مع تردد حليفيها سالفيني وبرلسكوني في قبول سلطتها كما أن إعلان حليفها بيرلسكوني استئنافه والاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتحميله كييف مسؤولية الحرب في أوكرانيا أجبر ميلونيا المؤيدة لحلف شمال الأطلسي ولدعم أوكرانيا ضد روسيا على التأكيد أن إيطاليا جزء من أوروبا وحلف شمال الأطلسي ويعتبر من التحديات المباشرة أمام ميلوني ضمان بقاء إيطاليا حليفا قويا مع الدول الغربية في مساعدة أوكرانيا التحدي الآخر لميلوني هو الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وعلى ميلوني مواجهة أزمة الطاقة والتضخم المرتفع وخطر الركود التقني المتوقع العام المقبل إلى جانب احتجاجات شعبية ضد غلاء المعيشة ويؤكد مراقبون أن هامش المناورة لدى حكومة ميلوني يبدو ضيقا بسبب ديون ضخمة تمثل 150% من إجمالي الناتج المحلي وهي أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان